في الأستوديو سيبوزيد دنصيري المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء مرحبا بيك سيبوزيد مرحبا بيك سيبوزيد أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أمريك عداش إحنا توفي تونس سكان توانسة تقديرات 2024 11 مليون و 922 ألف متسكن أي ما يناهز 12 مليون متسكن يعني قريبا من 12 مليون قريبا من 12 مليون تقريبا وقتاش نوصل للـ 12 مليون بالضبط هو إن شاء الله بالنسبة للسنة تعرفوا مليح إنه التعداد العام لسه كانوا السكنة 13 إن شاء الله بيش يكون التعداد الفعلي في نهاية هذه السنة مع شهر نوفمبر ديسمبر وإن شاء الله بيش نوصلوا نعرفوا بالضبط عدد متساكنية البلاد التونسية وإن شاء الله يكون في حدود 12 مليون متساكن نعم أو ما يزيد عن ذلك وبالأجانب يعني المجموع العام تقريبا عندكم ش فكرة؟ هو بالنسبة للتعداد العام للسكان والسكنة التعداد العاشري يجي بيش يحصر كل المقيمين في اليوم المرجعي للتعداد على أرض البلاد التونسية بطبيعة تقريبا كما قلنا عدد سكان تونس من التونسيين كما قلنا ما يناهز 12 مليون متساكن وهي فرصة بش يتم أيضا حصر كل من يقيم على أرض البلاد التونسية من أجانب وغيرهم مرحبا بك سيبوزيد دنسيلي ترجمة نانسي قنقر 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 وتسعمائة وثين وعشرين الف متساكن وأشرت سيادتك أنه بش نبلغ ثلاث مليون في مدة مش بعيدة باشا بالنسبة للحصر النهائي كما قلت لي عدد السكان الحقيقي بش يكون في مناسبة المرحلة الثانية من التعداد العام للسكان والسكنة التعداد العشري بش تكون المرحلة هذي في نوفمبر ديسمبر الفين واربعة عشرين وللتذكير سي الحبيب أنه التعداد هذا هو التعداد الثلاث عشر في تاريخ البلاد التونسية هذي تلتاشم مرة تقوموا بالأعداد شامل هكا هو أول تعداد شامل في تونس كان في الف وتسعمائة وواحدة وعشرين أول تعداد قام بها المرحلة الف وتسعمائة وواحدة وعشرين أول تعداد قام بها مش المعهد الواطن الاحصائي. لا مش المعهد الواطن الاحصائي جت في فترة الحماية. اه اول تعداد قام به المعهد الواطن الاحصائي كان سنة 1975 ثم تعداد اربعة وثمانين اربعة وتسعين الفين واربعة فين وعطاش واليوم التعداد اللي هو تعداد فيه برش جديد هو التعداد رقمي اول مرة يكون يستعمل اللوحات الرقمية يستعمل مسند بنظام المعلومات الجغرافي. يعني يكون اكثر دقة. اكثر دقة اكثر شمولية اكثر احترام للمبادئ الاحصائية واكثر هناك ايضا سرعة في استخراج في استخراج والنشر البيانات ان شاء الله. اه ثم دقة في متابعتها لانه اليوم احنا في مرحلة العد القبلي ومرحلة عد المساكن ومحلات والمساكن تقريبا كل عملية على الميدان يتم الاتلاع عليها مباشرة في المحد الوطني للاحصاء والقيام بالتعديلات اللازمة نستوجب الامر ذلك لذلك الدقة عالية وشمولية كذلك عالية اه هذا اللي بشي اسس ايضا لمنظومة الاحصائية الجديدة ان شاء الله اللي هي اه بشي تكون شعارها التحول الرقمي الشامل ايضا بشي يكون اخر تعداد ان شاء الله في تونس بشكله الكلاسيكي اللي هو وجه لوجه مع العائل الاسرة والمواطن ان شاء الله بشي اسس الى مرحلة التعدادات السجلية لذلك اه مهمة كل المتدخلين فيه تاريخية ومناسي الحبيب كذلك نسمح هو اه دعوة لكل اسرنا لكل مواطنينا هو التعاون مع المحد الوطني للحصاء لانجاح العملية هذه. ان شاء الله. اه ايضا انه نحب نذكر انه الكل المال القطاعات وكل وزارات اه اه ما اه اليوم تسند المحهد الوطن الاحصائي لجانب وزارة الاقتصاد والتخطيط لانجاح العملية هذه لانه الجميع واعي باهمية التعداد هذا لذلك هناك دعم اه ميديولوجيستي كبير برشا لانه في اه في اه بناء قاعدة لبيانات هذه كل القطاعات تحلم ان تمنى منظومات اه منظوماتها الاحصائية من وراء ذلك بالشكل المتطور والشكل اللي نرتضيه وانا اه نريده جميعا اه في منظومتنا الاحصائية الوطنية. نعم. لما استقلت تونس عام ستة وخمسين قداش كنا? اه بالضبط اربعة ملايين اه نسمة. اي. وعام تسعة وستين لما تأسس المعهد الوطني الاحصاء. خمسة فاصل لتن. خمسة فاصل لتن. يعني قاعدين نتقدم اه اه لمحالة زعيم بورقي بفكر في مسألة مهمة وهي التنظيم العائلي اللي نقصت من انه نكون اكثر عدد وهذا يدخل في اه معناها اه برنامج الدولة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وغيره. اه قاعدين اه نتقدم اه اه رويدا رويدا. اه اه نسبة اه النمو السكاني في تونس هي نسبة اه متوسطة دون المتوسط. نه تعرف من بيها تاريخ اه دولة الاستقلال وته نهجها وتوجهاتها في السياسات العوية خاصة في السياسات في ما يسبب السياسات السكانية. اه كان هلالك سياسات برامج للتنظيم الاسر والتنظيم العائلي. اليوم نشوف نتائجها اه من المجتمعات اللي اه كانت كما قلت نسبة النمو الديمغرافي فيها اه دول متوسطة اقل من ثلين اه في بالمياه. اكا علاش احنا العدد تقريبا اه في اكثر من سبعين سنة اه تقريبا تضربت لثمارات وهذا على اه خلاف كل الدول الافريقية وكذلك الدول الشبهة اه هذا يحسب لكن ايضا يدرس لمستقبل التركيب السكاني. يعني تقصد في سلبيات. اكيد كخيار جيد لكن اليوم نشوف انه الشريحة العمورية الاهم هي الشريحة الشبابية لكن مستقبلا اذا كان اه ما يصيرش فيما تعديلات ديمغرافية قد نكون من الشعوب المتهرمة. اه نعم. سيبوزيد انصيري اذا تونس كانت عندها نظرة استشرفية يعني. اه اكيد جدا انه هذا تقريبا في كل السياسات الاجتماعية. اي. اللي فيها نظرة استشرفية طرائعية. اه مستقبلية ابناته واليوم وادت وعطاعت العديد من المكاسب. واللي نشوفه فيها السياسة السكانية. السياسة السياسة الديمغرافية بسيفة عامة. كما قلت ما فماش اه انفجار ديمغرافي وسكاني. هناك تطور اه معقول اه بما يتلأم على الامكانات والاقتصادية والاجتماعية المتوفرة. برغم هذه السياسة المتوازنة خلينا نسميها على مستوى السكان ولكن عنا مشاكل اه اه شغل انتع سكن كذلك يعني برشد وانسا ميل قوش سكن. مشكلة هذا من تروحها. اه اه بطبيعة اه فما لك كل اه المجتمعات وانالك اشكالات اه 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 ذات ابعاد اقصادية والشماعية لكن اه بطبيعة انك النسبوها نلقاه الامور اه في في حدودها اه بطبيعة اليوم اه ليست فقط هي هو اه اه نتائج لسياسة السكانية او عمرانية لكن اه اه قد يكون ذلك مرتبط بالوضع الاقتصادي العام للبلاد. صحيح. في تطوره عبر في تطوره عبر التاريخ. سي اه بوزيلش هي البلدان اللي اه اه تشكو نقص كبير على مستوى السكان متاحها. اه. اه. انتوا نشوفه الصين عندهم بزايدة. هو اه الصين والهند والعديد من الدول. اه هي ذات المساحات الكبيرة. ولا مصر. ايه بطبيعة ما الدول العربية بطبيعة نقاوة مصر دول العديد من الدول الفريقية. لكن ايضا احنا في تونس قلنا النمو ما كانش سريع وكان معقول. اه هناك ايضا الشعوب اللي هم دول الاوروبية ودول الاوروبا الغربية. المانيا او غير وبعض الدول الاسكندرابية. مثلا. نقافها النسب النمو السكاني والديمغرافي اه ضعيفة جدا. اه مما اه اه يخليها وايضا تعاني من اشكالات التهرم السكاني. يخليها تلجأ الى اه التعبئة السكانية عبر آليات الاستقطاب استقطاب المهاجرين. نعم. تو قاعدين تشتغلوا اه اقطعتوا نصف الطريق ربما على مستوى السكان. التعداد السكان. هو قطعنا اله هو بالنسبة للتعداد السكان. اه التعداد العام للسكان والسوكن التعداد العشري. فيها ثلاثة مراحل ومرحلة انجاز فعلي. احنا اليوم قطعنا نصف المرحلة الاولى. احنا في خمسين بالمئة تقريبا من اه الانجاز في مرحلة العد ما يسمى بالعد القبلي. عد المساكن والمحلات. اه اللي هي اه مرحلة محورية اه اه تمكننا من حصول على قاعدة بيانات المباني والمساكن. اه وتحديد اه اماكن اقامة الاسر. لنعود اه فيها بها الى المرحلة في المرحلة الثانية. مرحلة العد الفعلي اللي بيش تكون ان شاء الله في نوفمبر اه ديسامبر. للعد الفعلي. وهنا نمشي للاسر. وان شاء الله تكون ببين محلولة. مفتوحة. مفتوحة. اه. للاستجابة الى اه اه لعد. لعوان عد المحط الوطن الاحصاء. لملء الاستمارات. وان شاء الله راهي العملية فيها خير للبلاد. وايضا اه تمكن من اه من اه تساهل في عملية التنمية. لانه الان شاء الله الحلقة. ومرحلة التخطيط الاستراتيجي لفترة الستة وعشرين الى ثلاثين. تحتاج الى قاعدة بيانات اسناد. اللي هي محينة. وكل المسوحات الاحصائية اللي يقوم بها المحط الوطن الاحصاء. وغير المحط الوطن الاحصاء. اه. تستح. اه. تستوجب ان تكون البيانات محينة. اليوم اخر بتحيين هو الفين وربعة عشر سنوات. مع التغييرات الكبيرة اللي تشدها حتى الطبيعة المجتمعية في العالم الكل. والطبيعة الاقتصادية والتركيبة السكانية. وخاصة اللي بعد ما حصل في العالم اثر تدعية كوفيد. وغيره. نعم. لك علاش نحن في حاجة لتحيين بياناتنا. من كل المواطنين. وكل الاسر التنسية. اعوان العد فقط هما لجمع بيانات احصائية. لا لا لاغراض اخرى. لابناء قاعدة بيانات. تفيد اه نعم مواطن في موقعه في معامله في عماته في معتم ديته في ويليته. لذلك دعوة اه 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 ا اه 뭔가 جلد اعوان المعهد الواطن اللي حصي. والصعبо انه شوية نعطوهم البيانات المطلوبة المعطة البيانات. والصحيحة. والصحيحة والصحيحة وهذا الاهم لانه التعداد يومجز لكن اهم فيه هو الجودة ودقة البيانات. صحيح. وانها تكون اصحيحة وانها تعكس واقع المجتمع التوسي سيدي المدير العام المعهد الوطني للإحصال العملية دقيقة بطبيعة الحال ينسمى برشة تثبت برشة صبر المحلات والمساكن ما تحوش في أخطاء يعني أو ما يغلطكمش لأخرين كذلك هو المعطيات الأولى هي معطيات يعني فهمناس ما يحبوش يصرحوا بأشياء تكي الصحة بالنسبة للمرحلة الأولى هي مرحلة حصل المباني والمساكن والمحلات مرحلة جزء منها يقوم على المعاينة وجزء يقوم على بعض الأسئلة اللي يزمها تكون دقيقة باش تحاولوا باش نجموا ننجحوا وتكون البيانات ذات جودة وتأدي أغراضها بطبيعة التثبت هو التثبت إلكتروني وتعرفوا ميزة الرقمية وميزة الرقملة وميزة التكنولوجيا أنها تمكنها من الحصول بشكل فوري حيني على البيانات ومن ثم إن كان هناك خطأ فيها يتم تصحيحه بشكل حيني بالنسبة كذلك بالنسبة للمرحلة الثانية بشكل هكذا لكن كل من يدلي بمعطيات قد تكون خاطئة هذا يأثر على الجودة لذلك الدور الإعلام والتحسيس والدفع المواطن إلى أنه وسع باله شوية مع جموعة البيانات اللي مطلوبة منه ما فيه صالح وصالح منطقته خاصة أغراض الاستثمار والتخطيط وتوجيه السياسات العمومية بطبيعة البيانات رهي خاصة البيانات المعطيات الشخصية محفوظة محفوظة بالقانون ولا يمكن استعمالها لأي أغراض أخرى دون الأغراض الأحصائية إن شاء الله هذا بطبيعة ما هم متعارف وما هم معمول به في المنظومة الأحصائية الوطنية وفي كل المنظومات الأحصائية لأنه العملية هذه عملية التعداد باختلاف طرقها ومنهجها وتمشيتها وهي تقريبا تنجز في كل دول العالم للتحيين بشكل دوري بشكل عشري تقريبا لتحيين البيانات كما قلت للأغراض المتعددة أغراض التوظيف الأحصائي المتعددة واللي هي دائما تكون لاستكشاف الحقيقة واستجلائها وأيضا توجيه السياسات العمومية سيبوزيد نصير إنشارة الحرية الشخصية تكون معناها محفوظة نذكر ونصغير يعني دقوا الباب على دارنا ويسألوا فينا في أسر قدش عندك من تلفزة مثلا وقتها يعني من حق المواطر أنه يحتفظ بأشياء لهو هو بالنسبة للبيانات المطلوبة خاطر هو التعداد العام للسكان والسكن الظروف حيش المواطن علش البلاد كل بلاد تحب تعرف هالأبعاد هذية باش تنجم كما قلت رو أساسا تنجم تفهم تنجم توجه تنجم تعدل تنجم تقول هنا يجب لي ندخل وهنا يجب ليش ندخل لأنه كي نعرف وشنوه متوفر للمواطن في المنطقة هذيك في اللحظة هذيك ينجم يكون ثم تأثير على وضعه العام وعلى وضعه في منطقته كما قلت توجيه الاستثمار العمومي بالشكل الدقيق والشكل الصحيح احتفاظه للبيانات لنفسه قد يذر بكل هذا صحيح شنوه أكثر مجالات الإحصاء اللي تأكدوا عليها أنتوما في المعهد هو بالنسبة للإحصاء يشتغل في كل تقريبا المجالات متحلقة بالشأن العام في منهم في أبعادها الاجتماعية والديمغرافية وكذلك في أبعادها الاقتصادية فيما يتعلق بكل المؤشرات التوازن أو المؤشرات التوازن الاقتصادي مثلا يعني مثلا بالنسبة لل الناتش الداخل الخام النمو التذخم وغيره من المؤشرات الاقتصادية اللي تعطى بشكل شهري ثلاثي والسانوي واللي هي تمثل محرار أساسي ورئيسي للاقتصاد التوسي وكذلك بجملة من المؤشرات الأخرى ذات الأبعاد الديمغرافية في علاقة كما قلنا السكان أعدادهم من نسبة النمو وكذلك الممتلكات البطالة أيضا قد شعنا من سيارة قد شعنا من شاحنة قد شعنا من دراجة قد شعنا من انتصاب فوضوي بالنسبة للتعداد تقريبا يمكننا باش نعرف كل دقائق والتفاصيل وظروف عيش الأسار المتساكنين والأسر من اختلاف أنماطهم الأسر العادية والأسر الأخرى في التجمعات اللي هي تلم أكثر من فرد اللي يتقاسموا الوجبات مع بعضهم في اللحظة معينة اللي يتمكنوا كيفاش يعيشوا بنى طريقها شنو الوسائل المتوفرة لديهم وشنو أيضا المستجدات في الظروف عيش كذلك هناك أشياء مستجدة جديدة في الأبعاد التكنولوجية كيفاش كيفاش نو ثقالها في قفة عيش قفة المواطن كذلك الهجرة الداخلية والخارجية الوافدون المغادرون هذا مهم أيضا في علاقة بالظروف الصحية بالوفيات تقريبا هي منظومة منظومة التعداد نحكينا على هي منظومة شاملة تحصر كل البيانات في علاقة بكل القطاعات كل القطاعات قد شعالنا من تلميذ قد شعالنا من طالب قد شعالنا من ناس تخدم قد شعالنا من بطال كذلك يعطيك الصحة أيضا هذا بالنسبة يتعلق أيضا في علاقة بمختلف الشرع العمرية وين موجود وين قرأ شي يقرأ ونصل إلى آخره مما يمكن التحديد مؤشرات الأمية مؤشرات التمدرس في علاقة بالأنشطة الاقتصادية في علاقة بكل الأنشطة خاصة القطاعات الخدمتية والفلاحية وغيره نحاول ننص لتفاصيل دقيقة جدا باش كما قلت خدمة لهذه القطاعات وخدمة الاستثمار فيها والعمل عليها قد شعالنا كل عام ناس يتزوجوا أو نساء يطلقوا ورجال نمشي أكثر الحالات المدنية الحالات الزواجية ككل في تفاصيلها السيسيولوجية نحاول نعرف أنواع العلاقات أنماتها كيفاش واشنو التأثير واشنو التغيير اللي يشد المجتمع التونسي في علاقة بالمجالة هذه قد شعالنا من بورتابل في تونس يعني وفهم يكسب ثلاثة واربعة وخمسة بورتابلوات في دي استعمال التكنولوجيات الحديثة في علاقة بالأجهزة بالربط بالأنترنت توظيفه الحيز الزمني اللي يستعمل فيه خاصة لدى كل الشرائح لدى الأطفال لدى الشباب هذا كذلك بالنسبة للوسائل تأثر بها قذفة المواطن في علاقة بظروف عيش نعم نتوقف لتقديم هذه الوانضة ثم نرجع لك سيبوزيد النصيري إشهار مهرجين حمامات الدولي في دورته الثمانية وخمسين يقدم كوريغرافيا الفصول الأربعة أو عرص فيب لميليو كالكانيو من أدى بالي وبيرا تونس والأوركستر السامفوني التونسي بيش تكتشفوا مجموعة من لوحات على إيقاع تفاصيل مستوحات من اليومي التونسي 3-30 جولية بمسرح الحمامات تبعى التذكر بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات مدينة الثقافة الشدلي الاقليبي وعلى موقع المهرجين festivaldochamamate.com إشهار عندكم عندكم سيبوزيد نصيري في المعهد الوطني للإحصاء كل الفرق كما قلت للقيام بالعمل بأسرع الأوقات وبالدقة المطلوبة أيضا أكيد بالنسبة للمعهد الوطني للإحصاء الأساس في العمل أمتاعه هو الموارد وطاقة البشرية التي تتوزع على بين المركزية المحهد وكذلك مختلف الجهات تمثيلية المحهد في مختلف الجهات من الأعوان الميدانيين إلى المهندسي الجمع والنشر والتحليل وغيره من العمليات التي هي نصل نجمع ناخذ المعلومة من مصدرها إلى وصولا إلى استغلالها واخراجها وكذلك نشرها هذا مهم جدا لكن اليوم نرجع العملية التعداد العام للسكن إلى جانب طاقة المحهد اليوم بالمناسبة نشكر كل الداعمين كل من دعم كل الوزارات التي أسندت المحهد وسلطة الشراف ووزارة الاقتصاد والتغطيط في إدارة هذه العملية اليوم نشوف تجربة تجند كبير برشها من قبل كل القطاعات كل الوزارات كل الهيكل مركزيا وجهويا لدعم المحهد القيام لإنجاح العملية والمحطة هذه هذا ممتاز جدا من الناحية المادية وخاصة اللوجستية في التعلق بوسائل النقل نحن نعطي بعض الأرقام اليوم التعداد العام للسكان من أضخم العمليات التي تنجز ونحن أضخم العمليات الأحصائية في البلدان كلها تنجز بشكل هذا طاقات كبيرة تجند لها إلى جانب كما قلت كانت المحض من وسائل ومواد والوزارات تقريبا فما أكثر من عشر ألاف عون نظار وأعوان تعداد وسواق يشاركوا في العملية هذه التي تدار على أكثر من سبعة أشهر يضاف إليها فترة العد البعدي واستغلال ونشر النتائج إن شاء الله اللي بيش يكون أول لأول مرة بشكل سريع جدا نظرا للوسائل الجديدة المتاحة والتي استعملت وتستعمل في التعداد العام للسكان وسكنة كما قلت الوسائل الرقمية الرقم اللوحات الرقمية والمسندة بنظام المعلومات الجغرافي إلى جانب وهنا زادة نحب نقول أراه الذكاء التونسي والحمد لله اليوم التطبيقات المعتمدة مطورة من أبناء المحض من كفاءات المحض من كفاءات التونسية إن شاء الله اللي ديما نحبهم نشوفوهم يبقوا في مؤسساتنا الوطنية مع الدعم وتجيع ليطعوه كل هذا مهم جدا اليوم كل شيء ينجز بالطاقة التونسية وبالذكاء التونسي نعم نحن في الإذاعة التونسية كيفاش نجم نعونوكم أكيد فم تعاون بين المعهد والإذاعة التونسية شكرا لك سيلاح ببيعاتك الصحة شكرا لإذاعة الوطنية شكرا لكل القائمين عليها شكرا لكم لأنه اليوم أنا موجود في إطار المد هذا أنه الإعلام يتعرف دور الإعلام ودور إذاعةنا الوطنية كبير برشة دور إعلامنا الوطني اليوم يعني الإذاعة بكل فروحة فروحة امتدتها كبير تصل كل مواطن تقريبا يسمع إذاعةنا وطنية بكل فروحة لأنه دور الإعلام كما قلت على غاية من الأهمية وعلى غاية من الخطورة أنه التوعي والتحسيس اليوم الواطن كي ناكي ومعاه يفهم ويعرف ماشنون ما أحد الوطني عليش العملية هذي بالتحسيس هذا اللي بدا معاكم وشكورين جدا في طار اتفاقية مع أحد مؤسساتنا الوطنية اللي نعتزوا بها برشا الإذاعة الوطنية ثم اتفاقية بيننا سيدة هند بن علي الغريبي أمضت الاتفاقية معاك مشكورها بالمناسبة سيدة الرئيس المدير العام لأنه تقريبا كانت في لقاء المحهد بالسيدة الرئيس المدير العام كان هناك تفهم كبير وكان هناك تعاون كبير وكان لم نأخذ من الوقت الكثير باش يكون ثم الاتفاق على إبرام التفاقية ان شاء الله باش تكون في الأيام الجاية للدعم الإعلامي للتعاون والتحسيس وكذلك لنشر الأخبار التعداد العام للسكان والسكنة باش المواطن هنا خاطر غرض إحصائي مهم جدا هو جودة البيانات ما تنجم تتأمن إلا بالتحسيس والعمل على التوعية المواطنية الأسرية باش نوصل البيانات الصحيحة وهذا ما ينجم يكون إلا عبر السند إعلامي كبير باشا وهذا إن شاء الله باش تقوم به الإذاعة الوطنية عبر كل فروحة الجهوية والمحلية وإن شاء الله نوصل حقه الهدف هذا لسند الحملة الإعلامية لتعداد العام سيبوزيدا نصير فما شكونا اللي باش تعدلو قدش عندو من دار دار في جمرت ودار في الحمامات ودار في من عشوين ولي عندو تلاذة واربعة وخمسة كراهب هو كاليوب ونا روى التعداد يتعلق بظروف العيل ناخذو البيانات لكنها تبقى في إطار السرية التامة في إطار استعمال الأحصائي فقط مع المحاضة بشكل كلي وكبير برشة على المعطيات الشخصية نعم شكرا سيبوزيدا نصيري المدير العام للمعهد الوطني لحصى وفقكم الله أتيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق والنجاح وإن شاء الله توصلوا إلى التحقيق يعني كل ما هو مطلوب منكم وتوصلوا إلى كل البداية تبدأ واضحة شكرا 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 ليك سيلاحبيب على الفرصة هذه المتاحة للمعهد للحديث على التعداد العام للسكان والسوكنا وإن شاء الله مع كل الشركات مع كل المحبة مع كامل العمل مع وسائتنا الوطنية إن شاء الله وأجهزتنا الوطنية إن شاء الله ينجز بالشكل المطلوب شكرا لك سيلاحبيب شكرا بركة الله فيك ويومك سعيد شكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة